موسيقى 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 موسى موسيقى حسب ما نعرف انه كانوا قبل يحفروه بالبالا والبيوش وكانت تصير عملية تفجير قبل بالكابسول انهم يحطوا البلاسة الاخرانية ويبعدوا يخرجوا مسافة امانة يفجروا ومبعد ما تركح الغبرة يعودوا يرجعوا يخرجوا الفصفات كانت اول ان الفصفات كانوا يخرجوا على البغلح وكانت فما شوامل يهزوا في الفصفات ومبعد التطور شوية كانت ثم سكة حديدية تمشي وبالفاجونات الفاجون اللي هما العربات الحديدية وكانت يدزوهم يدوينهم بعد طورت ولا يشبدوهم بالكهرباء كانت بنفس الطريقة هذي بالضبط وكانت يعني كل مرة يقع فيها عملية تطور شوية هي الحكاية لكلها كل مرة يطوروا اما كانت بالعقلية كل شيء في الخدمة هذي كلها بالمخ كانت بالمخ باليدين بالذريع بكل شيء يعني يخرج مسكين يخرج ابيض وقت اللي يدخل الدموس هنا يدخل ابيض مصلي عنه بي يخرج ما تفهمه شوية ما تفهمه شي خاف يعني كيروح كيروح الشي بنا كيروح للدارة نخاف نخاف وشنو هذي هيك العبد اه شنو غولي يعني اه كان يدخل في تم ناس تم ناس هنا الدمومات هلتوا ما نشفتش دمومات هلتوا اللي هنا في الدموس هذا ومش كان دموس هذي كلها دواميس وكلها دواميس بالطريقة دية ومغاور وعنه حتى بالحالة هذي اللي لا يمات بركة امس أو ليمس يعني تمش كون توفى وطاح في دموس من الدواميس هذولا نقولوا نحنا باللغتنا نحنا الهنا رامبلي الرامبلي هذي طول وقرابط من مئة وعشرين كميترو طاح فسطه مت توفى هذ ربي امتعوه الدواميس هذي كانوا يعملو لها اللوح اللي هو يسموه بلغة الكوبانية الكادر كانوا يعملوها ككاسو كيريتي باش كي يبدأ جبل باش يهبط يسموه حس اللوح يعرفوا اللي فما جبل باش يتيح وهو عملية انظار للخدامة نعم كانت نفس المحالة نحنا توفى وليل دموس يعني كان ندخلوا لداخل اكثر تنشوفوا يعني طريقة خيالية يعني تتحير في العبيد هذي كيفاش كانت تخدم كيفاش كانت تنتج كيفاش كانت تخرج في الفوسفات المهم يخرج الفوسفات باش تعيش بيه بلاد والبلاد هذي خرجتوا بالطريقة دية وجدودي وباياتي يخرجوا فيه بالطريقة هكا وشعب هنا بصفة عامة بصفة عامة كمنطقة امار رايس محقورة ما عندها حد شي عايشة في تهميش عايشة في في ميزيريا في فقر في اشتنغور دمار ما عندها شي ما عندها شي الطالب بحاجة اللي هي انك الطالب بشغل يقع لك استدعاء تمشي للمنطقة في المتلاوي تراصيلك تبحث بعد البحث تمشي للقفصة شوف قداش باش يخسر سابعين ثمانين وبرع من المحامي وبرع كذا اعلمه ثمه شي سواء انك تطالب بحقك ولفي ذلك نحب النقطة اللي هنا مش كان بالطالبة يعني انا كيشوف جدودي يخدموا بالطريقة دية ونجي نشوف بلادي كيفاش مهيونة كيفاش ما عندهش منتزه كيفاش ما عندهش اسبيطار كيفاش ما عندهش ملعب رياضي كيفاش ما عندهش قهوة قهوة ياولادي قهوة باش تقعد في قهوة ما تقعد ما تقليش راحتك في قهوة قهوة ما تقليش راحتك فيها كيفاش تتحب لي هنا معيش فاش تحبني انا مزلت نمن بها الدولة دي اصل ولا تونس يدي مزلت نمن بها بينما عندي الحد هنا للحد اللي هنا قرابة زوز كيلومتر نصبح تزيري وعايش ولا بس فاهمتني نصبح تزيري وعايش ولا بس اذا كان انا باش نطالبي اللي هي التويتية باش نحكي على ما تنتقط عين ام العرائس شهرة برج حماده اولاد اليل مطالبنا واضحة كما كانوا يحكوني لو خيانك كل مطالبنا واضحة لا نحكي على تعويض لا نحكي على شي عنده حاجتي للشركة يا تخدم تعطيني حقوقي كل تتقولي عطيتك تعويض وما عطيتك تعويض راني هزيد تعويض مش وما نازش تعويض اما راني عندي ارض اخرى وراني ما نسلمش فيها قبل كنت متنازل شوية اما تو مدامي ثم حيتان كبرى حيتان كبرى ونعاود وبربي بربي ما تقصوهاش تنهم في البلاد هذي تنهم فيها واحنا نموت هنا نموت بالشر ما عاشت نسلم فيها حقي ولو كان اللهم تهزوني للجبانة للمقبر ونحن بالفعل عايشين في مقبرة لكن المقبرة ذوك هم موتة لا يتحركون نحن موتة نتحركون نقصيد يدوروا بنا صور وكهو صور يدورون صور وكهو بالله باش نسألك المتقعدين اللي يخرجوا من الخدمة هذي اللي فيهم اللي مات الله يا رحمه وفيهم اللي توا حي يخذ في تقاعد ما بين مياه مياه وعشر الاف ومياه وخمسين دينار معقول هذا؟ موجودة وثم يخلص بقل ثم يعني يخلص بقل ويخلص حتى في ثمانين ومياه وعشرين ووقتي يراي حتى ثلاثمائة الف تراي خمسمائة سيدي يخلص ايش باش تعمل له خمسمائة؟ باش تعمل له ونخلي عزوز ونخلي عنده زوز ابنيته ونخلي عنده ولده وقراية وما نعرفش شنو باش تعمل له باش تعيشوا يجي أنا ندخل لي هك ودمي ما زاله هنا في التراب في الحجر دمي موجود ونسلم في حقي نجيني سيجور بن مبارك يبتالي ويعملي كانو تعملي بحلول واحد رو حتى أنا كميناجم هو يلبس كارافاتو كومبلي واحد حتى أنا نلبس كارافاتو كومبلي ونبدأ نبيز هو جاي يبيز علي خاطر ما شو داري أنا نتصوره كان يجي ويدخل طوله الدموس هذا ويدخل مئة مترو وقسم بالله كان يموت مازال ما وصلش مئة مترو يموت ما يقول هاش بالنسبة للينا احنا عنا مطالب لاجي ديلا فيه تتقول لي عليش انت الطالب كان في شركة وصوات قفصة ما عنديش حتى حال يا أخوي سيبني ابعدي يا شركة ويبقي نجي نجي نكلمك ابعدي أنا ما عايش بستعرب بها الدولة الدولة شنوه عندي في بطاقة طريف دولة بطاقة طريف أنا نحكي بسيفة عامر مش نحكي على روح الشخصي أنا مش نطالبك أنا ما عنديش بيك حتى غاية وما نطالبكش وما عايش نطالبك أما أنا المشكلتي تونسي بطاقة تعريف تونسي بالباسبور ولا تونسي فيه لوحد فيه منظمون أنا ما حاشتي حتى بشي أنا حاشتنا حاشتنا عنا شباب مهمش شباب عادي شباب ولا يشد كان في الصشيات صاحب برا كامل المفهوم من المفهومية البقية أنه يشد صشيه ويعملي فيه طرفة الكل ويقول ليش؟ ليش تعمل هكا؟ يقول لكم اي اسمنا الحياة مش نعمل بها الحياةنا؟ دمنا نحن كجماعة أم عرايس وبصيفة عامل مناجب الكلام ما زيل فصلت الدموس هادا فما نسيت كي تموت ويتيح عليها الجبل يجع تم على بلاستو ما يخرجش عليش ما يخرجش؟ خطر يفاركتو عليه ما يلقوشو ما عندو مش بشي يفاركتو ببالا وبيوش بشي يحفر على بشر يفتش عليه يعني يفتش عليها كعب الفلاراجون فيه في البحر هادي هادا اللي شسير انه نحن يفتشوا على كعب فلاراجون في البحر ويجيني انا كدولة ولا كشنوة ولا ما نعرف ما نعرفش شنية الحاجة نحبوا يصلولها يجي يقول لك رجل شريكة في فصوات قفصة تخسر فيه مليار يوميا يا صاح بي انت تخسر فيه مليار يوميا يعطيني منه شوية صاح انت ما تخسر تنهار انت مليوها مليار واحنا تقعد بالعام كامل انت حابسة فهم عرايس طوى مليونه ويش فصوات مليونه ويش فصواته مكدس وعليش؟ خاطر ما دمش بكش يخرج عليش؟ خاطر مش متفهمين هم المواطنين يا قوية انت تخسر فيه مليار يعطيهك مليار للمواطنين وسيء تخلوك تخدم عام كامل انت تخدم بليش؟ مريقل امورك مريقلة وستة زيت يعني احنا كلنا اللي هنا كلنا عنا حيتان كيسي جوهر بنبارك يحكيري كيقولك انا نجم ونتطوع نطوع متطوع متعبلش عليهم زيها يا صاحبي راني عايش خير منك متحب انت تحكين كنت تحسب رحك عايش انا عايش خير منك يجي جي وطني تطوع تنحل مشكلة شركة فصوات قفسة يجيني يحكي لي هو الوالي والمدير شركة فصوات قفسة ويحكي هو المدير شركة النقل المواد المنجيمية في مجلس مضيق لصحافة تصور لما تم حتى حاجة مثلا ماش حاجة اللي تنفع اشن هو خرج ان النجم خرجوا بقوة العامة يخويا ما تخرجوا نحنا خرجنا الاستعمار يا بوي رأوا الاستعمار انا نوريلك سكننا انا موجود مبني استعمار استعمار خرجناه خلي ايه انت شن هو باش نخرجوك وانخرجوك ولي شد الكرش السناء اروا باش يخرج العام الجيه باش يخرج ما خرج العام الجيه يخرج العام اللي بعده وانت مراكم تتمشو حتى بانت تتمشو هنا باش نقعده ونحن هنا نقعدين وعايشين بالله رضي ياضي وجدودي عايشوا وانا باش نقعد وما عايش نسلم بحقي الموسي اللي نحنا فيه توه هو غار في جبل واللي رأوا الجبل هذية فوقنا بالضبط يمتد الارتفاع متاعه من مناطق لمناطق بين الخمسين الى مئة وعشرين متر ارتفاع اتخيلوا حجم التراب والرزن والاطنان اللي كانت تهبط على العمال حاجة اخرى كان قبل العمال يدخلوا وكانت جبل كتيح قدامهم يتحصروا الداخل ينقطع عليهم الاكسيجين وعملية الحفر باش يوصلوا لهم تستغرق ايام ثم يموت اختناقا هذا اذا كان ما ماتش مباشرة تحتك الشي اللي طاح يتحصر يموت اختناقا كانوا يعانوا في معاناة كبيرة برشا وللأسف كنت نحكي اليوم ومعاشكون من المتقعدين يقول لك عندي شهريتي مئة وعشر الاف صاحب عائلة من ستة وسبع افراد كان يخدم لهنا تخيلوا الموقف ونخليكم وحدكم تتخيلوا الوضعية هذه